اشتركوا في القناة القمر ما زال موجود في منزلة القلب وهي للظفر والنصر والثبات والربح والسلامة ورح يمكث فيها حتى تمام الساعة ثلاثة وعشر دقائق صباحا لا ينتقل بعدها لمنزلة الشولة وهي للظفر والتفريق والسلامة والربح والخراب والتسليط طبعا القمر بما انه موجود بالعقرب لغاية ساعات المساء ففي هاي الفترة منكون اكثر تطرفا في تصرفاتنا يا منحبه بشدة يا منكرهه بشدة منشعر بانتقاد الغير وحدته وبيلعب الجنس دور ملحوظ في حياتنا يجب ان نسيطر على مشاعرنا بشكل جيد وانه برضو نحاول نمسك حالنا عشان ما ننفجر في من حولنا تحت وطأة ضغوط عاطفية محبطة بوسعنا شراء بوليس التأمين وقراءة رواية بوليسية مثيرة ومشاهدة فيلم مغامرات واتخاذ قرار حاسم او شراء بيت اما بالنسبة للزوايا الفلكية فاول زاوية رح تكون معنا من الزوايا البطيئة هي زاوية تزديس ايجابية رح تكون بين الشمس وبين المشتري وهاي رح تكون في تمام الساعة ثلاثة وسبع وخمسين دقيقة صباحا وهاي بتدفع بحضوظنا بصورة عامة باي اتجاه عنا احنا منقوم فيه اما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تزديس ايجابية رح تكون بين القمر وبلوتو ورح تكون فيه تمام الساعة اربع وثلاثين دقيقة صباحا وهاي بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وافكارنا ونتمكر من الغوص عميقا في نفوسنا واحداث التغييرات المطلوبة اما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تزديس ايجابية بين القمر والمشتري ورح تكون فيه تمام الساعة خمسة وثلاث دقائق صباحا نهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الاخرين من حولنا كأنها مشاكلنا احنا ومنحاول اننا نساعدهم قدر الامكان بتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية اما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية اقتران ايجابية بين القمر والشمس يعني ولادة الهلال او القمر الجديد وهي رح تكون فيه تمام الساعة خمسة وسبع دقائق صباحا منولي مزيد من الاهتمام لصحتنا ومنتلقى المساند والدعم من الاصدقاء منتجه لتغريب العقل ومنصبح اكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي اخر زاوية هي زاوية التزديس ايجابية بين القمر وزحل رح تكون فيه تمام الساعة 11 و 12 دقيقة ظهرا نصبح اكثر قدرة على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتعزز قدرة لدينا الحس بالمسؤولية وهاي رح تكون تقريبا زي ما حكينا الساعة 11 و 12 دقيقة ظهرا يعني بمعنى اخر انه هي هاي فترة بدء القلو المسار قلو المسار زي ما حكينا ببدء الساعة 11 و 12 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينيتش ورح يستمر حتى تمام الساعة 3 و 46 دقيقة بعد العصر يعني تقريبا نقدر نحي ساعات المسار وهذا بيعني انه الفترة المذكورة لا تصلح للبدء باي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شيء ثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار وهيك بكون القمر مع الساعة تقريبا زي ما حكينا 3 و 46 بتوقيت جرينيتش بعد العصر او عند المساء يعني بكون القمر استقر في برج القوس فمنشعور بابتهاج اكثر ومنجد الناس اكثر مرحا ومننطلق على سجيتنا ومنتجه بتفكيرنا من خلال تفاؤلنا الى عالم الفلسفي والدراسة الدينية كما من ميلة الرحال والسفر والرياضة والمغامرة فوسعنا اقتراض المال ودراسة لغة جديدة والاستمتاع بهواية ما او تجربة الحظ او التخطيط لرحلة ما او اجراء مكالمة مع شخص في مكان بعيد في زاوية وحيدة رح تكون زاوية بطيئة حذرنا منها من ايام هي زاوية التربيع السلبية بين الزهرة وبين بلوتو بتتشكل وبيكون اوجها خلال هذا اليوم فبتكون هاي الزاوية الساعة 47 و 42 دقيقة مساء فهاي بتدفع للعنف وبتجعل مزاجنا عدواني وعصبي يعني شوي بخلي بعض الاشخاص اللي عندهم مشاكل عاطفية انهم يتجهوا لانهاء العلاقات الضعيفة وبتسبب الخلافات في حياتنا وعلاقاتنا العاطفية طبعا بما ان القمر رح يكون موجود في القوس فخلو المسار القادم رح يكون يوم 17-11 ورح يبدأ في تمام الساعة 7 و 56 دقيقة صباحا ورح يستمر حتى تمام الساعة 4 و 34 دقيقة مساء لينتقل برج الجدي اما بالنسبة لعمر القمر القمر طبعا انحصار الهلال لانه رح يختفي الهلال تماما خلال هذه الليلة عمره 29 يوم في تمام ساعة 4 و 4 دقائق صباحا بصير 30 يوم اللي هو يعني ولادة الهلال نسبة الإضاءة بتصير صفر اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العقرب حتى يوم 21-11 المزاج سعيد بنسبة 95% القمر في العقرب بدي انتقل القوس حتى يوم 17-11 يعني نسبة نحكي سعيد بنسبة 40% اما بالنسبة العطارد في العقرب حتى يوم 1-12 مزاجه منتحس بنسبة 15% الزهرة في الميزان حتى يوم 21-11 منتحسة بسبب الزاوية اللي حكينا عنها بنسبة 60% اما المريخ في الحمل حتى يوم 7-1 مزاجه منتحس بنسبة 10% اما المشتري في الجدي حتى يوم 19-12 مزاجه منتحس بنسبة 10% زحل في الجدي حتى يوم 17-12 مزاجه سعيد بنسبة 15% اورانوس في الثور بيتراجع حتى يوم 14-1 مزاجه منتحس يعني بنقدر نحكي بنسبة 10% اما بالنسبة لنبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 29-11 مزاجه ممتزج وبيتقلب بين نحوسه وسعاده طول اليوم ولكن الغالب عليه المزاج السعيد اما بالنسبة لبلوتوف الجدي فمزاجه سعيد بنسبة 15% رغم الزاوية اللي بتتشكل وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل ثم فرصة لمكسب مالي مصدر شراكي او تعويض صحتكم او صحت قريب الكم بحاجة للرعاية ممكن يتغير الوضع لصالحكم مع شرط التحلي بالليوني والدبلوماسية في التفاوض تضطر لتقديم التنازلات او تصحيح الاخطاء خلال هذا النهار اهم اش انك تتقبل اراء الاخرين بدون تحفظ ممكن تنشغل بمعاملة او ملف اما في ساعات المساء ابتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لسيما لبعيدة ابتشعروا بقوة العاطفة وتجاوب احبائكم معكم ممكن تذهب في رحلة او تروج لعمل او تحصل على معلومات ما كنت تتوقعها بيكون عندك نجاح وحظ في حياتك العاطفية والعائلية برج الثور بينصب تفكيركم حول تدعيم شراكاتكم حافظوا على هدوء اعصابكم ونبرد صوتكم لا تعرض لقاءك للفشل بتحمل هاي الفترة توتر لانها من اكثر ايام الشهر ضغط عشان هيك حاذر من الاخصام وما تعاند احد اتجنب الخلافات كليا خصمك قوي وطباعك ليست هادئة اما في ساعات المساء بتنشغلوا في اعادة ضبط اموركم المالية سارع لتهدئة الاجواء هاي فترة مناسبة للاطلاع على اراء الغير تطلقى مساعدة او تعاطف عليك انك تتحلى بالليون والتفكير الموضوعي برج الجوزاء انجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم نظموا جدوى الغذاءكم واخذوا قس كافي من الراحة ترتاح لسير بعض الامور الروتينية بالرغم من كثافتها راعي ظروفك الصحية بتعيدوا ترتيب الاوضاع وتتحسن الاحوال اما في ساعات المساء تنجحوا في التفاهم مع شركائكم بوسعكم اتمام خطبي او زواج او توقيع عقد تجاري ان هاي الفترة يعني فيها نوع من انواع الضغط عشان هيك ما بينفعك سوى الصبر في بعض الامور والمرونة ممكن تتعرض لبعض المضايقات او الخلافات برج السرطان تجتازوا يوم ايجابي ببعث على البهجة والانشراح ما بيتخلى الحظ عنكم عاطفيا وماليا فرصة مناسبة لتحقيق انجاز اهم اش انك تضع مخاوفك جانبا وما تتهرب من المسئوليات الاجواء مناسبة للتلاقي والتعارف والحب والغرام يعني تعتبر هاي الفترة من اجمل ايام الشهر واكثرها حظ اما في ساعات المساء بتكن تنتبهوا اكثر لصحتكم انتبهوا لغذائكم وراحتكم كون منظما واحسن ادارة عملك وحاذر من الجدال مع المعاونين وما تهمل صحتك اهمش انك برضو ما تأجل ولا تماطل عملك حتى لو اضطررت لعمل لساعات اضافية برج الاسد تنهمكو في ادخال تعديل على مسكنكم منكم ممكن يغير سكنه بميل افراد العائلة لامد يد العون لكم لا تسمح لبعض الالتباسات العائلية او الشخصية بانها تأثر على استقرارك تنهمك بحل مسائل عائلية او شخصية وبتبدو قلق وممكن تتدمر لأقل اشارة اما في ساعات المساء بتشتد رغبتكم في التقرب من احبائكم وقضاء وقت منتع معهم ما بيتخلى الحظ المالي عنكم بتنفرج اساريرك وبتعيش لحظات سعيدة يعني نسبيا فترة ايجابية ومناسبة لطرح الافكار والارتباط اهمش انك ما تهمل الواجبات اتجاه العائلة والاحبة الفترة هاي ممتازة لتصحيح الاخطاء برج العذراء بتنشط في امور الدراسة والسفر والاتصالات فترة مناسبة للخروج في نزهة قصيرة لتعزيز العلاقة مع اخ او جار بتقوم بمفاوضات حثيثة ومفيدة عبر عن رأيك وفاوض بجراءة تتميز بسرعة الخاطر والقدرة على ايجاد الحلول اما في ساعات المساء بتفضلوا تركيز حول مصالحكم البيتية والعائلية تجدوا تعاون من افراد العائلة ممكن تقلق حول وضع عائلي او منزلي ممكن تضطر او تظهر مشكلة شخصية او تضطر لبعض التصليحات او الترميمات اهمش انك ما تتهرب من المسئولية تجاه العائلة الاجواء عدائية ومتوترة اهمش انك تراعي وضعك الصحي برج الميزان بينصب اهتمامكم حول ضبط ميزانيتكم والفرصة متاحة للحصول على مال بيكون على الاغلب من عمل اضافي بتتحسن المعنويات وبتقوى الثقة بنفسك بتختفي الهموم وبتطمئنها واجسك واضف اموالك بشكل حكيم ممكن تحصل على ربح من جهة اجنبية او غريبة في ساعة المساء بتنشطوا في امور العلاقة بالسفر والاتصالات وبتعززوا العلاقة مع اخ اوجار وبتعززوا العلاقة برضو مع افراد العائلة بتدعمك الحظوظ وبتكون جري في التعبير عن رأيك وتتمتع بسرعة بديهة وخاطر بتلفت النظر كثير لنفسك الاجواء لطيفة وممكن تحمل لقاء عاطفي او مصالحة او ورشة عمل لتأهيل قدرتك برج العقرب انتم نشيطون وحيويون وبينجذب اليكم افراد من الجنس الاخر بادروا لها خطوة جديدة من شأنها انها تدعم مركزكم الاجتماعي بتستعيد حماستك وبتنطلق في تنفيذ خطة او فكرة جديدة بتتلقى اشارة او خبر بتنتعش العواطف وبتزدهر لقاءات بتتلقى مفاجأة سارة وربما تفرح لحدث كبير هاي بالفعل افضل ايام الشهر في ساعات المساء بتنهمكوا في ضبط ميزانيتكم امتنعوا عن مشتريات غير ضرورية ممكن تهتم بتوظيف اموالك اهمش انك تكون عاقل في صرف الاموال بتهتم لمناقشة دعم مالي او قرض او ممكن تفكر في بعض الاستثمارات والتوظيفات فترة ايجابية ممكن تحقق خلالها ربح ما برج القوس يوم اخر غير مريح صحيا ونفسيا رغم عدم وجود اي مخاطر انجزوا فقط ما بوسعكم من العمل الضروري واخلدوا للراحة ابعد عن المغامرات والرهان على الحض ممكن تعاني من تراجع في الارباح والمعنويات والحيوية اهم ايش انك ما تجازف بسلامتك يعني لغاية ساعات المساء فترة فارغة من الحضوظ اما في ساعات المساء بيزول كل التعب اللي احنا حكينا عنه وبتم تلكه نشاط وحيوية اهم ايش انكوا تبادروا لخطوة جديدة تدعم من مكانتكم الاجتماعية الفترة هاي بتحمل انفراج وتقدم ملموس بعد مراوحة وركود عليك التحلي بحكمة وواقعية الامور بتشتد عزيمتك وبترتفع المعنويات وبتستعيد سيطرتك وبتحقق نجاح باهر مرج الجدي بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا لأصدقاء أشخاص بترتاحوا لصحبتهم بوسعكم تحقيق أمني ومساعدة صديق هاي فترة مميزة لتحالف وللتعاون ولمشاركة فعالية معينة اقتنس للإعلان عن رأيك وللحصول على موقع معين تفاصيل أو تفاعل رح يكون بينك وبين مسؤولين في نوع من أنواع المرونة ما بينك وبينهم أما في ساعات المساء بدك تنتبه بشكل جيد لصحتك وعدم المبالغة في إنجاز ما لديك من عمل متراكم تهدأ وطيرتكم إلى حد الركود ممكن تلغي مشاريعك أو تعاني من تراجع معنوي أو صحي أهمش إنك ما تحسم عمر الفترة هاي سلبي ومخيب الأمال وممكن تندم على أي خطوة بتقوم فيها برج الدلو يوم مناسب للي بيبحث عن عمل أو بيرغب في إدخال تحسين عليه واللي بيعمل بينجح بإثبات جدارة ونير رضى المسؤولين حافظ على هدوءك وما تحاول إثارة الفتن هاي فترة مهمة وبتمتحنك أهمش إنك ما تضعف وما تستسلم وما ترتكب الأخطاء حافظ على رصانتك وتمسك بمسؤولياتك أما في ساعات المساء تلتق الأصدقاء منكم ممكن يحقق أمني بمساعدة صديق ومنكم ممكن يشارك بمناسبة سعيدة ممكن تسعى لأفق أو تتسع الأفق عندك أو تحتفل بنجاح أو تطور علاقة ممكن تعزز شعبيتك وتحصد أرباح تفرح لوقوف أحد الأصدقاء أو الأقارب إلى جامبك أهمش إنك تخفف من الضغوط وممكن خلال اليوم أكيد لا يمكن أن يطمئن بالك لمسأل ما برج الحوت بيصلكم خبر سار من بعيد وبتشعر بقوة العاطف مع أحباءكم يوم مناسب لإجراء مقابلة بتستعيد حماستك وتنطلق في تنفيذ خطة أو فكرة جديدة هذه الفترة برضو ممكن تتلقى إشارة أو خبر سار هي فترة من أجمل أيام الشهر بتكون الفترة دينماكية جدا وبتشكل محطة للانطلاق بورش جديد أو بعمل أو بمهم جديد في ساعات المساء بتنجحوا في المحافظة على سمعتكم ومصالحكم الاجتماعية أهم شيء أنك تحافظ على إنجازاتك القائمة هدئ من روعك وما تنفعل اتجنب مخالفة القوانين وإحرص على استقرار وضعك العام هيك نكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر